للحديث مشاهدين الكرام عن ملف الرعاية الاجتماعية في العراق وسط ازدياد عداد الفقراء في البلاد معنا هاتفيا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري مرحبا بكم أستاذ ضياء معنا أهلا ومرحبا وتحياتي للجميع حياكم الله كيف تقيمون إذن ملف الرعاية الاجتماعية مع ازدياد عداد الفقراء في العراق وأهل هناك بالفعل برنامج حقيقي بهذا الشأن؟ البرنامج الحقيقي حقيقة هي المسؤولين السياسيين المتحكمين في هذا الشأن هو يمهم الملف ولكن المشكلة هم هلهم مجادين في هذا الموضوع هل هم عندهم جدية بأنه فعلا أكو برنامج اجتماعي لأنقاذ الطبق الفقير الموجود في المحافظات أو في كل العراق أنا أتوقع هذه الجهات السياسية التي تدعي لا يسمحون لها من تنفيذ برنامجهم السياسي الاجتماعي هذا غير موجود وغير صحيح وخير دليل لأنه من هو الذي يسيطر على العراق بالوقت الحاضر هل توجد دولة أجنبية تسيطر على العراق وتمنع السياسيين العراقيين من إبداء هذا البرنامج الاجتماعي لإنقاذ هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي إلا وأنه المشكلة هي توقع الرجال السياسيين الموجودين وهم موجودين وآتين من إيران يعني نحن لازم نكون صريحين بوضوح من هو الذي يحكم العراق الذي يحكم العراق سياسياً وأقتصادياً هي إيران بالوقت الحاضر وهم السياسيين التابعين للدولة إيران أو دولة ولاية الفقير لأنهم لا يمثلون الشعب الإيراني حقيقةً حتى الملالي حكومة الملالي لا تمثل الشعب الإيراني إذن الذي يتحكم في مستقبل العراق وفي أمور العراق الاقتصادية والاجتماعية هي هذه الأحزاب المتسلطة على أرقاب العراقيين يعني السيد هادي العامري يقول يمنعون من أن نأتي بإصلاحات في المجتمع العراقي من الذي يمنع هذا؟ هنا السؤال أستاذياء الذي أسأله المواطن أنا أتوقع من يمنعهم الإيرانيين من يمنعه هو نفس الشخص الذي يتكلم هذا الذي كان يقاتل مع الإيرانيين ضد أبناء الإيرانيين هو الذي يتحمل المسؤولية كلهم الموجودين الذين يحكمون العراق بالوقت الحاضر هم بلانوا تابعين إلى ولاية الفقير وهو يعني حقيقة عدة تصريحات كثيرة بعام 1980 في الثمانينات كانت عدة تصريحات خطيرة بهذا الموضوع إذن الموضوع لم يتبدل لحد هذه اللحظة ولا عندهم نية لإنقاذ هذه الشريحة من المجتمع العراقي المشكلة المشكلة البرنامج البرنامج إذا ممكن برنامج وإذا الناس جادين وعني متأكد من كثير من العراقيين الذين يحملونه في الدولة العراقية عدهم الاستعداد أن يقوموا ببرنامج اجتماعي هنا السؤال الذي يسأله المواطن العراقي يعني ما الذي يمنع الحكومة من دعم المواطنين مع وجود موارد وفأض نقدي كبير من عادات النفط أو حتى يعني مثلا ابتتاح مشاريع تشغيلية لهؤلاء المواطني لتوفير فرص عمل لهم نعم غلق المصانع هذه مهمة جدا مئات من المصانع العراقية غلقت خاصة بالمحافظات الجنوبية غلقت هذه المصانع وهي يعني أيضا جائد العراق اقتصاديا ومركز رزق بهذه الطبقة من المجتمع العراقي يعني أذن مئات من المصالح فقط في المناطق الجنوبية إذا أردتها البرنامج لا يكفي بتعديد المعامل والمصانع التي غلقت في المناطق الجنوبية إذا كانت في الديوانية أو في العمارة أو في الناصرية أو في البطرة حقيقة هذه العملية هي عملية مبرمجة من قبل هذه الحكومة والحكومة هي التي تؤمر بأن تقوم بهذه الأعمال الخبيثة ضد الشعب العراقي أيضا في هذا السياق لماذا يتكرر أن يجد طالب المساعدات أو الوظائف في العراق أن يجدوا ملفاتهم في القمامة كما حصل في محافظة قادسية في قضاع عفك وقبلها أيضا حصل في مناطق ومحافظات أخرى يعني كيف تفسرون ما يحدث أخي أنا من محافظة الديوانية حقيقة أنتم تعرفوني أنا من محافظة الديوانية وأنا أعرف هذه المناطق وأعرف حفج حفج هي من المناطق الريفية أو المناطق يعني هي قبل كانت فيها طبقة الفقر موجودة في هذه المناطق ولكن بالديوانية كانت معمل الإطارات التي شغلت مئات أو آلاف من العراقيين في هذا المعمل وكثير من المعامل الموجودة في هذه المحافظة ممكن أن قادر المحافظة والمساعدات والدخل الذي يدخل للحكومة العراقية بالوقت الحاضر من البترول مبالغ طائلة ولكن هذه المبالغ تسرق من قبل السياسيين من قبل السياسيين الذين يتحكمون بالعراق من ضمنهم هذه العامرية ونور المالكي وكلهم الموجودين يحكمون العراق يسرقون هذه الأموال ويسرقون هذه الأموال لصالح إيران ليس لصالحهم الشخصي لصالحهم الشخصي نعم ولكن بصالح إيران أيضا يعني هذه العملية هي عملية يا أخي مبرمجة نحن نحترف ونقول المنظمات كل الحقوقية المنظمات نقول لا يوجد أمر سياسي في العراق وإنما الأمر السياسي الموجود هو في إيران في ولاية الفقه وولاية الفقه هي التي تأمر السياسيين العراقيين ماذا يعملوا في العراق لأنه عندهم عداء يا أخي في هذه العداء ولاية الفقه فيها عداء مع الشعب العراقي ومع شعبهم أيضا بنفس الشكل لو نحن نتكلم من ناحية طائفية موجودين العرب الموجودين في هذه المناطق أو في عربستان هم أيضا شيعة يعني هذه المناطق أيضا مدمرة في إيران يعني هو البرنامج ليست برنامج في هذا السبب وإنما برنامج لتجمير العراق وإضحاف العراق ومباركة من قبل الدول العظمى أيضا شكرا جزيلا كان معنا من في إيران من منظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا دعاء الشمالي ترجمة نانسي قنقر